بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طالبات وطالبات الثانوية العامة أهلاً ومرحباً بحضراتكم في برنامج دروس التعلم عن بعض ومع درس الانتخاب الطبيعي الإفتراس نستعرض أهداف الدرس الهدف الأول أن يصف الطالب مفهوم الانتخاب الطبيعي يفسر كيفية حدوث الانتخاب الطبيعي للأفراد يعدد العوامل التي تؤدي إلى حدوث الانتخاب الطبيعي يشرح العلاقة بين الانتخاب الطبيعي والإفتراس نبدأ باستعراض مفهوم الانتخاب الطبيعي والعملية الحيوية التي ينتج عنها بقاء الأفراد الأكثر تكيفاً مع الظروف البيئية إذن كيف يحدث الانتخاب الطبيعي للأفراد نتيجة تعرض المجتمع الحيواني مجموعة من الظروف تؤدي لموت الأفراد غير القادرة على التكيف مع الظروف البيئية ما هي العوامل التي تؤدي إلى حدوث الانتخاب الطبيعي؟ الإفتراس المرض التنافس السلوك الإقليمي يعيش في غابات إنجلترا نوع من الفراشات المرقطة التي تتميز بامتلاك لونين من الأجنح النوع الأول الفراشات فتحة اللوني والنوع الثاني الفراشات داكنة اللون انظر إلى الشكل المقابل تلاحظ أن الفراشات البيضاء من الصعب التعرف عليها ومن الصعب إفتراسها بينما يسهل التعرف على الفراشات داكنة اللون وبالتالي يسهل إفتراسها في الشكل المقابل تتواجد فراشة فتحة اللون على جذع شجرة داكنة اللون وبالتالي من السهل التعرف عليها ما النتيجة المترتبة على ذلك؟ تصبح فريسة سهلة للطيور التي تقوم باستيادها ما تأثير الثورة الصناعية على الغابات وعلى مجتمع الفراش المرقط؟ تختفي الأشنات والتي تمتاز باللون الفاتح وكذلك تختفي الفراشات فتحة اللون لعدم قدرتها على التخفي من المفترسات بينما ينتشر السناج الأسود والناتج عنده خال المصانع وكذلك تنتشر الفراشات داكنة اللون لقدرتها على التخفي من المفترسات أشرح كيف شكلت عملية الإفتراس ضغطاً انتخابياً على تنوع الفراشات نتيجة التغير في الظروف البيئية أصبحت الفراشات السوداء هي الأصلح للعيش في الظروف البيئية وذلك بسبب قدرتها على التخفي من المفترسات أي قدرتها على التكيف مع الظروف البيئية فسر لماذا تستمر بعض أنواع الكائنات الحية بالبقاء في حين تنقرض أنواع أخرى تستمر الأنواع القادرة على التكيف مع الظروف البيئية وبالتالي فيتورث صفتها لأبنائها بينما تنقرض الأنواع غير القادرة على التكيف مع الظروف البيئية ادرس الشكلين أدناه جيداً ثم أجب عما يلي الشكل الأول وهو قبل الثورة الصناعية الشكل الثاني بعد الثورة الصناعية الفراشات الأكثر عرضة للإفتراس قبل الثورة الصناعية هي الفراشات السوداء بينما الفراشات البيضاء هي الأكثر عرضة للإفتراس بعد الثورة الصناعية لأنها أكثر وضوحا أي لعدم قدراتها على التخفي من المفترسات الفراشات الأكثر تكيفا مع الظروف البيئية هي الفراشات البيضاء قبل الثورة الصناعية بينما الفراشات السوداء هي الأكثر انتشارا بعد الثورة الصناعية بسبب قدراتها على التخفي من المفترسات والآن نأتي إلى مجموعة من الأسئلة اختبر نفسك انظر إلى الشكل المقابل جيدا ما نوع العلاقة الحيوى في الشكل المقابل هل هي علاقة تنافس هل هي علاقة افتراس تظهر جيدا تلاحظ أن العلاقة هي علاقة افتراس إذن كيف تؤثر هذه العلاقة في الانتخاب الطبيعي للكائنات الحية يحدث انتخاب طبيعي للغزلان القادرة على الهروب من المفترسات بينما تموت غير القادرة على الهروب من المفترسات ما المقصود بالانتخاب الطبيعي كما ذكرنا في مقدمة الفيديو العملية التي ينتج عنها بقاء الأفراد الأكثر تكيفا مع الظروف البيئية اذكر اثنين من العوامل التي تؤدي لحدوث الانتخاب الطبيعي الافتراس الأمراض ما تأثير الثورة الصناعية على الغابات وعلى مجتمع الفراش المرقط تأثيرها على الغابات اختفاء الأشنات وانتشار السناج الأسود تأثيرها على الفراشات اختفاء الفراشات فتحة اللون وانتشار الفراشات السوداء فسر لماذا تستمر بعض الأنواع بينما تنقرد أنواع أخرى؟ تستمر الأنواع القادرة على التكيف مع الظروف البيئية وتورث صفاتها لأبنائها بينما تنقرد الأنواع غير القادرة على التكيف مع الظروف البيئية ماذا يحدث في حال حطة الفراشات فتحت اللون على جذوع الأشجار الداكنة؟ تصبح فريسة سهلة للطيور إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة اليوم أشكركم لحسن استماعكم ومع وعد بلقاء في حلقة قادمة بفضل الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر